يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الأحبة الأخيار إن الله جل وعلا حبَّب إلينا بعض الأعمال بعد آداء العبادات وهي شكره وحمده والثناء عليه بما هو أهله لأن العبادة هو من هدان إليها وهو من وفقنا لآدائها وهو من يقبلها ويثيب عليها وهو من يتجاوز عن التقصير في آدائها فلقد شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نشكره في دبر العبادات لأنه هو سبحانه وتعالى من وفق العبد للقيام بها فجعل سبحانه سبحانه وتعالى من وفق العبادات فقال جل وعلا سبحانه وتعالى من وفق العبادات فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وبعد دبح الأضاحي قال تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وبعد آية أحكام الوضوء والطهارة قال ولكن يريد ليطهركم ولعلكم تشكرون وبعد آية أحكام الوضوء والطهارة قال ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وفي صيغة التكبير التي نكررها في هذه الأيام في آخرها حمد لله تعالى بل شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو المصلي ربه بعد كل صلاة أن يعينه على شكره كما جاء في وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه وهي وصيته لأمته من بعده كما روى ذلك كما روى ذلك أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعاذ رضي الله عنه يا معاذ يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بل جاء الأمر بالشكر بعد كل العبادات مطلقا دون تخصيص لعبادة بعينها فقال تعالى بل الله فاعبد وكم من الشاكرين فيا من صنتم يوم عرفات وهو يوم يكفر الله فيه الذنوب والسيئات أشكر الله تعالى أن أعانكم على صيامه ويا من دبحتم أضاحيكم أشكر الله تعالى على ما وسع عليكم ورزقكم من أثمانها وما هداكم لتعظيمه سبحانه بذبحها وما تمتعتم به من لحمها ويا من ذكرتم الله في عشر ذي الحجة أشكر الله تعالى إذ هداكم وأعانكم على ذكره وعلى النفس الأمارة بالسوء فإن الله جل وعلا تأذن لمن شكر بالزيادة فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فهو يزيد من الخير والصلاح لمن تعبد ربه ثم شكره نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأجارني وإياكم من سخطه وعذابه الأليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فيا عباد الله إنه لينبغي على كل مسلم أن يستشعر نعم الله عليه بما شرع عليه من الشعائر والعبادات ثم وفقه لفعلها وللقيام بها أن يشكر الله ويثني عليه لأننا إذا استشعرنا ذلك لهجنا لله تعالى حامدين شاكرين فلا نكون من الجاحلين ولا لآلائه من الناكرين حتى لا نكون ممن قال فيهم رب العالمين إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فالشكر يكون على توفيق الله العبد لعبادته وعلى ما من به عليه من النعم الدنيوية أيضا ومع ذلك فإن كثيرًا من الناس لم يشكر الله تعالى حق شكره على ما أولاه من النعم وما دفع عنه من النقم حتى قال الله تعالى وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَا الشَّكُورُ ولهذا لما علم الخبيث إبليس عليه لعنة الله أن البشر ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعًا من عباده الشاكرين ولآلائه من الذاكرين إنه هو الولي المعين اللهم يا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي ترشدهم إلى الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا وجنبنا شرارنا اللهم لا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فاعنه عليه ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقموا الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين